السلام عليكم يا شباب واخيرا بعد محاولات طويلة ورسائل مع الدعم من هنا وهناك وناس تشتكي وناس تخش للموقع بتاع TruePilot وتعمل تقييمات سيئة للموقع وكلام كتير جدا 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 الموقع اقتنع وقرر انه يقلل مشكلة الدرائب او يقلل الدرائب ويحل المشكلة اللي كانت بتقابل معظم الناس طبعا يعني هارد لك للناس اللي قابلتهم المشكلة وسحبوا ساعتها وقالوا احنا مش هنشتغل على الموقع تاني بس دلوقتي الموقع استجاب لطلباتنا الحمد لله وبدأ ان هو ايه يخفف موضوع الدرائب ده اي نعم هو ملغهوش كله والدرائب برضو لسه مرتفع يعتبر بس بالنسبة لما كان من قبل يعني فلا الموضوع تحل بكتير يعني زي ما انتوا شايفين الرسالة اللي اتبعت تهيه بيقولك ايه ازاي يوكو يا عمال وهكذا يعني الموضوع ان هو ايه في الاول تحية وكده ملخص الموضوع ان هو بيقولك احنا دلوقتي الدرائب دي احنا فرضناها عشان احنا نحسب من الموقع وعشان نعالج مشكلة ارتفاع الاسعار طبعا الايام دي الاسعار مرتفعة فاحنا عشان كده رفعنا الدرائب ولكن بناء على الرسائل اللي جات لنا والمشاكل الكتيرة اللي اسمعناها من العمال والمطالبات لتخفيض الدرائب فاحنا قررنا ان احنا نقلل العمولة بتاعت الدرائب بنسبة 50% يعني هي هتبقى اقل من 20% تقولي هي كانت كام اصلا لما كانت في الزيادة لما كانت في الزيادة كانت 30% او اكتر من 30% من 30% ل 35% بالنسبة للبي بال يعني بالنسبة لسحب البي بال كانت النسبة من 30% ل 35% اصبح دلوقتي لأ النسبة قلت بنسبة 50% يعني بالنسبة للبي بال فانت العمولة هتبقى حوالي 15% ل20% 15% يعني الميت دولار هيتسحب منك 15 دولار ضريبة يعني الضريبة اللي هتتخذ منك حوالي 15 دولار في البي بال اما بالنسبة للايت كوين فهي العمولة كانت اقل سنة كانت تقريبا 20% فانت هتخذ منك حوالي 10% يعني اللي هتبقى الضريبة بتاعته اقل من البي بال والسكرل البي بال والسكرل تقريبا عملتهم قريبة من بعض لكن عمولة اللي هتبقى اقل في السعر يعني الميت دولار مثلا هيتخذ منها 10 دولار بدل ما كان هيتخذ منك 15 دولار في البي بال او 20 دولار في البي بال هنا بيقولك حتى الموقع شخصيا يعني ده مش كلامنا يعني ده مش كلامي ان انا بيقولك مثلا اسحب لايت كوين او اسحب على لايت كوين هيبقى افيد ليك لا ده كلام الموقع شخصيا ان الموقع هو بيقولك ايه بيقولك ان احنا بنشجعك ان انت تسحب باللايت كوين و كمان تودع باللايت كوين يعني انت الاداع هنا في الموقع باللايت كوين او بالعملات الرقمية ارخص من الاداع عن طريق البي بال يعني انت ان انت تودع عن طريق العملات الرقمية هي افضل من ان انت تودع عن طريق البي بال او الفيزا حتى اا المهم فزي ما بيقولك الموقع شخصيا بيقولك يا جماعة اسحبوا لايت كوين يعني اسحبوا من اللايت كوين ده اا عشان ده اكتر طريقة مربحة واقل في الدرائب بالنسبة للموقع وبالنسبة ليك يعني الموقع كمان بيدفع درائب قدامك يعني انت بيتسحب منك درائب والموقع بيدفع قدامك درائب عشان يوصلك السحب الموضوع مش عشوائي كده يا جماعة لا ده في درائب بتتدفع للحكومة وغيره من الامور عشان توصلك الفلوس فيعني الموقع برضه مع ازرف موضوع ان هو رفع الاسعار طبعا الناس اللي شافت البول اللي انا نزلته بحيث ان هو نعرف هل الناس كلها شافت ان الموقع فعلا بيستهبل في رفع الاسعار دوت وهو فعلا بدليل ان هو نزل الاسعار ده معناه ان هو كان بيستهبل في الرفع ولكن الحمد لله انه استجاب وينزل لنا ايه الموضوع اي نعم اه الموضوع زيادة بس احسن من مكان من قبل ده معناه ايه بقى يا سيدي معناه ان انت المهمات اصلا ان انت بتعملها سعرها هيزي دي بيزة كويسة يعني يعني المهمات اللي في الموقع زي ما انت شايف بص مهمة اليوتيوب بقت بسبعة سنت اه مهمة الماركتينج بقت بخمسة سنت بعد ما كانت بتبقى بتلاتة وبتبقى باربعة فانت هتلاقي مهمات كتير كانت في الموقع زادت سعرها زادت سعرها تلاحظه انت يعني بص اليوتيوب بقت باربعة سنت بعد ما كانت قبل كده بتلاتة سنت فيعني يا جماعة الموقع معه وزره فحاليا بصراحة قبل كده نسبة تلاتين في المية كان بيستهبل جامد لكن دلوقتي لا هو خفض الموضوع وانا انصحكم ان انتو ترجعوا وتشتغلوا عليه اي حد سحب فلوسه معلش بقى هارد لك ليك اللي مسحبش فلوسه مبروك طبعا تقدر ان انت تسحبها على الضريبة الجديدة اشتغلوا يا جماعة في الموقع الموقع مازال احسن موقع من موقع الربح يعني في كل الموقع الربح اللي انا شرحتها لغاية الان حتى مع الضريبة المرتفعة افضل موقعين هو موقع بيك ويركرز وموقع تولوكا يا جماعة ما تسيبوش الموقع اشتغلوا عليه الموقع مازال مستمر مازال بيكسبك مازال صادق اي نعم اه بيدي بلوكات ساعات بدون داعي بس تقدر ان انت بالطريقة اللي انا شرحها على الموقع ان انت تعمل اكاونت وتسحب على نفس البيبال بتاعك القديم وتشتغل من جديد عادي بس طبعا تنفذ الخطوات اللي موجودة في الفيديو بتاع ايه طريقة تسحب على نفس البيبال بس يا جماعة لكن شرحنا النهاردة مش هنتقول عليكم حبينا بس نقول لكم موضوع الضرائب وموضوع المشاكل اللي كانت في الموقع اه تسحب ايه تسحب لايت كوين تقول لي طبعا انا ما عنديش محفظة لايت كوين اسحب عليها ازاي عندك يا سيدي طريقتين تقدر ان انت تسحب عن طريق اه موقع اه فوسة بي فوسة بي طبعا موجود شرحه على القناة اه هسيب لكم اللينك بتاع الشرح في الفيديو تحت اه وتقدر ان انت تسحب برضو على اه على موقع اه البايير يعني موقع البايير يا شباب انا ودلا ان هاسحب عليه شخصيا يعني بص موقع البايير اللي ما شايفش الشرح بتاعه شي Angela he fois ده شرح تفصيلي ليها يعني اه تقدر ان انت تخش تشوفو اه ده ان انصحك ان ان انت تسحب عليها يعني متسحبش كمان علي فوسة متسسحبش على المحفظة الفوسة بي لأ اسحب علي محفظة البايير اضمن واحزن إتي تنائج بموقع بيكو ووركرز惜 الاشتفق Wheat read via website. وشرح المهمات بيكو ووركرز تن 몰�saw الفيديو وشوع المهمات عن الايوان بايث ان لا شرحناها بتشترح المهمات الفيديو ليفتدان اتمنى كون الفيديو عجبكو طبعا ما ندخلتش في مقدمات كتيرة وكمان الفيديو قصير جدا جدا بالنسبة لفيديوهات بتاعتنا اللي احنا بنعملها اتمنى كون الفيديو عجبكو انتساش اللايك والسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته